كلانا يتفق ان اختبار الائلت اختبار عالمي الكبير وبنفس الوقت مهم ولما الواحد يفكر انه يبدأ فيه بجدية ممكن تجيره كده كقشعريرة من الفكرة نفسها بسبب اهمية الاختبار او حتى بسبب سمعة ان اختبار الائلت صعب ايسا احطاروك هذا واتساب قايز هاوزا جوينج الي منكم جديد هنا انا احمد حبان حجازي وقصتي بدأت من الصفر حقلتي درجة 8 وبتكلم في هذا القناة عن الانجلس والائلت ونجاح المهني خلينا على طول نهجم بالخطوة الاولى فالخطوة الاولى عندنا ابدأ بروتين ممارسة طبعا انه متفهم جدا ان احتماد التفرجة على هذا الفيديو ممكن ان يكون عندك مشاوير مشغول وظروف وعمل وحياة واطفال وقصة طويلة وكل واحد عنده خلطة مختلفة في الحياة ومسؤوليات المختلفة لكن الشي اللي يميز الخطوة الاولى انه حتى بيل جيتز اذا هو بالنسبة لي اختبار ايس مهم هو يقدر تسويه في يومه بمعنى اخر انا كل اللي احتاج منك هو نص ساعة في اليوم اذا اختبار ايس بالنسبة ليك مهم انت اكيد عندك نص ساعة حتى لو انت مشغول من الصباح للليل لانه اذا انت رايح في العمل بالسيارة او باي طريقة تنقل انت عندك وقت تسمع فيه برنامج صوتي وهذا جزء من الممارسة فانا ما اقعد اقول لك اديني 30 دقيقة تقفر غرفة الباب وتجلس وورا بعض ولازم تكون 30 دقيقة وورا بعض انا اقول الاوقات الثهبية في يومك عبيها وخليها روتين بالنسبة ليك حاجة تقدر تفعصها في يومك المشغول طيب هاد او اديني 15 الف سؤال بعده الرحمن ابدأ بايش طيب ايش الروتين اللي ابدأ فيه ففي فيديو كامل اتكلمت فيه عن روتينة 30 دقيقة في قناتي الثانية حقت الانجلش حرفيا قلت انه انت تريد تمارس اللغة حتى الوف 30 دقيقة وتشوف نتائج مذهلة بفترة تبدأ من اسبوع وطبعا قدما دبلت المجهود قدما تدبل النتائج وتسرع لك النتائج فاذا عندك وقت اكثر تقدر تديني ساعة في اليوم خليها روتين ساعة اذا عندك ساعة ونص خليها روتين ساعة ونص ومرتانية مو لازم كلهم يكونوا في نفس الوقت يعني ممكن تكون نص ساعة في الصباح نص ساعة في العصرية نص ساعة في الليل وهذا يديني السؤال الثاني عبد الرحمن ليش ابدأ بالتطوير انا مو ابغى ابدأ بالاختبار ايلتس اجدخل التطوير في الموضوع بكل بساطة اختبار ايلتس اختبار لغة انجليزية ففيه جزء او ثلثة الاختبار معتمد على لغتك والثلثان ايه معتمدين على الشيء الثاني والثالثة والشي اللي يميز الروتين انه تجد تبدأ فيه اليوم ما في عندك عذر انه انت منت فاضي او لسه مستواك ضعيف الروتين كل واحد يقدر يبدأ وحسب مستواه فاذا مستواك جدا بسيط تقدر تبدأ بروتين ساعة التأسيس موجودة الروابط تحت او اذا مستواك متوسط تجد تبدأ بروتين ساعة التطوير او النص ساعة حق التطوير وثلاثين دقيقة ولان الروتين ما يبغى منك انك تفضي يومك وحياتك وتاخد اجازة فهي حاجة بتساعدك انك تبدأ والبداية والنجاحات الصغيرة تطلع منها حتكون بذرة لبداية قوية وبداية محمسة ونجاحات اكبر وتطور وانجاز اكبر في اختبار IELTS نفسه فعشوا كده هذه الخطوة تجد تسويها اليوم دحين طيب دحين يجي الخطوة الثانية ذاكر بثلاثية IELTS فاذا انت وصلت لهذا الجزء في الفيديو فاول حاجة شكرا على وقتك واهتمامك ورقم الاثنين معناه انك انت داخل بالموضوع بقوة ان شاء الله لكن في احتمالية انك سمعت عن اختبار IELTS وسمعت عن تجربة تحد في IELTS وهذا سميه سمعة اختبار IELTS طيب تسعين بالمئة سمعة اختبار IELTS ما حتكون جيدة ما حتكون رهيبة لانه اغلب الناس ما تعرفش هي ثلاثية IELTS وبالتالي تروح تقول هذا اختبار لغة انجليزية انا مستوايا كويس خلينا ادخل الاختبار الفقع ودرجة وتطيح والموضوع يكون لخبطة ويقول اها لمئة الف شخص اي احد يسعين اختبار اختبار صعب هالموضوع بالحظ ومدري ايش وفي ناس ولقيت في احد صغير اصغر مني وما كان يعرف حاجة جاب درجة تمانية ايش قاعد يصير ان من يفاهم الموضوع شكله ما حيزبط وخلينا ذلك نفسا الدول نفسها زي كندا الدولة نفسها قاعدة تعتمد هذا الاختبار اغلب الجامعات كبار الجامعات هورفرد كيمبرج اوكسفورد كلهم يعتمدوا هذا الاختبار وما ياخدوا شيئا غيرها وهذا معانا الاختبار ما هو كده حاجة ضربة حظ قدم انه ليها طريقة لتسريع النتائج فعندك الطريقة البطيئة انك تمشي تطور لغتك الامان لنهاية وتجرس ست سنوات وفي مستوى لمستوى 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 لما توصوا مستوى عالي وبعدها تروح الاختبار وهذا الشيء غالبا ياخد من المبتعثين اللي بيمشوا على الطريقة البطيئة الاسمية والطريقة العادية ياخد منهم سنوات سنة ونوصة لسنتين لكن في الطريقة مختصرة وعشان كده انا موجود هنا اليوم انا لم كنت بديث في البداية ما كنت اعرف الا الطريقة البطيئة وكنت حوقف لكن بالصدفة اكتشفت كتاب Target Band 7 الكتاب قال ان اختبار له انماط متشابهة الاختبار ما تغير من 20 سنة وهذا معناها في اشياء ومداخل ومخارج تقدر تستغلها عشان نسرع النتائج فانا خدت الموضوع بقوة مرة وبحثت في عشرات الكتب عشان اطلع لك بالثلاثية هذه فنبدأ بأول حاجة الممارسة التطويرية وهذه فكرتها ان اختبار الايلت في استماع قراء كتاب وحاثة وما في قسم اسمه Vocabulary ما في قسم اسمه Grammar وبالتالي الاختبار ما ساب لك اي مفر انت لازم تمارس الاستماع لازم تمارس القراءة لازم تمارس الكتابة وتمارس المحادثة فاي وقت تقضيه في حفظ كلمات او في مراجعة قواعد قاعد يضيع فعليك فقط تركز على تطوير مستواك بالممارسة الثلث الثاني هو التكنيكات الفورية فهي الخطوات اللي تصغير تسويها لك بنفس وقت تديلك نتائج فورية نتائج ضخمة ارتفاع من درجة 4 لدرجة 6 في فترة بسيطة جدا ممكن توصل اسبوع اسبوعين فتكنيكات زي تكنيكة حاد القوالب اللي تكلمت علي في هذا الفيديو بشكل مكثف جدا بتشكلب لك ازمتك مع القراءة الى فرصتك مع القراءة وتحول لك اكسامك وتخايف منها زي الكتاب الاكسام متحمس انها متى تيجيك في الاختبار عشان تختمها بالقالب والثلث الأخير هو الاختبارات التجريبية فالاختبار هو عبارة عن زي كأنه مريثون فقبل ما تروح للمريثون لازم تكون متمرن وعارف وعندك تكنيكة التعامل مع الوقت واستراتيجيات التعامل مع الضغط وانك تكون عندك القدرة على التركيز بشكل متواصل منذ ثلاث ساعات ونصف وهذه حاجة ما هي سهلة وبسيطة وتحديدا في لغة ما هي يعني مألوفة عليك فانت عليك في هذا الخطوة انك تخصص اسبوع لكل قسم اسبوع الاستماع تسوي في ثلاث اشياء تركيز على التطوير تاخد تكنيكات وتتدرب عليه بعدين اسبوع القراءة تركيز على جزء القراءة في اختبار ايوز ممارسة التطويرية تكنيكات فورية اختبارات تجريبية يجي اسبوع الثالث الكتاب اسبوع الرابع المحاثة بيكون عندك شهر كامل ففي خطة كاملة شهر مذاكرة كيف ذاك الايوز في شهر موجود عندك الخطة تحتي يمكن شكل اوت وتكي تبدأ بيها من هذا الخطوة لكن يذيتي من الناس تحتاج حاجة اكثر من مجرد مصر تحتاج ان اساعدك انك تبدأ معايا واجهز لك كل حاجة خطوة بخطوة بحثين كل اللي عليك تسوي انك تمشي ورايا وانا حاختك الين ما توصل لدرجة 6.5 بسبعة ونص باذن الله فعشان كده بنيت الدورة المكثفة للايوز اللي اقوى حاجة قاعد اقدمها وهي حاجة الوحيدة المدفوعة اللي قاعد اقدمها عشان تعطي نتائج ضخمة للناس اللي حابين انو انا اكون معاهم في الطريق وساعدهم بحاجة تاخدهم خطوة بخطوة باقل وقت وباقل مجهود بلان انت مهتم بالموضوع ممكن تشوف التفاصيل تحت وتقدر تنظم لقائمة انتظار عشان ما تفتح دفع جاية تقدر تكون من اوائل الناس اللي اقدر اساعدهم من يبدأوا معايا طيب فده احين احنا مفروض دخل على الخطوة الثالثة بس خلينا كده نراجعش اللي سويناها فالخطوة الاولى حلتك مشكلة انو انا مستواها ضعيف انا ما عرف كيف اطور الاختبار ايلتشكله يحتاج لغة الخطوة الثانية قلتلك انا ما عرف اشي يسوي انا ما عرف كيف تاكل الايلتش حلتك هو الخطوة الثالثة بتحللك مشكلة ممكن قعد تواجهك الان ممكن حتيجي قدام ممكن تيجي لك بعد بكرة اللي هو انو انو انت فتحت اختبار الايلتش فجأة وانصدمت وصر جالك رعب من الموضوع يخي الموضوع كده شكله مستحيل سمعت قصة ابن عمك الاختبار مغنظم طبعا او 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 الخطوة الثالثة تقول اتخيل انو عندك السبعة والدرجة انت بغاها فقدم الفكرة تبال انها غريبة الا انها حرفيا هو الشي اللي ممكن يكون فرصتك الفرق بينك وبينينك توقف انو اغلب الناس يقولك اوكي هذا الطلع اصعب ان كنت متوقعه اسحب على الفكرة طيب هو سحب على اختبار الايلتش بس هو ما بيدري انو اذا سحب على اختبار الايلتش هو سحب على طموحه على الماجستير على الفرص المهنية على السبعين سنة في حياته اللي ممكن كانت تغير ما حتتغير فالشي الوحيدة اللي ممكن يساعدك وينقذك في فترات المطب هادي انك تتذكر البيج جول الهدف الكبير وتاخد نفسك للمستقبل وتعيش نفسك للمستقبل تخيل معك السبع ايش هيصير ازمتي مع اللغة مدى الحياة انتهت انو انو تجيب دربة سبعين الانجلش بنسبة ليك صار موع اي مكان هتقدم فيه اي جامعة هتقبلك اي وظيفة هتقول لك ياخي انت معك ايلتش او اوكي هتفضل فالموضوع ابسط انترفيوهات رح تختمها فرص اي مكان ممكن يطلب منك الايلتش مستقبليا انت الموضوع عندك في جيبك ما يحتاج انك تجرس اشهر عشان تجاهز له مرة تانية وهذا ما هو كلام هذا عبارة عن حياة ناس الان اللي خلصوا اختبار ايلتش وكملوا حياتهم فهو كانت خطوة لازم عنده عليها واللي منهم ما عدا واقف هو واقف ومستحيل انو ما في كده اه سوى سكيب المطب في طريق تاني غالبا ما في طريق تاني هو هادو الاختبار اللغة الانجليزية هتبقى ما هي رايحة الصينية لسه هتاخد خمسين مئة سنة كمان عشان تستبدل باللغة الانجليزية او ممكن ما تستبدل الله اعلم الفكرة هي ان اذكر نفسك باهمية الشي وهي خطوة بقدما انتباني انها خطوة كذا بس هي خطوة هتحتاجها وانا من الناس اللي احتجت انو اكتب السبعة قدامي اكتب احمس نفسي اكتبها قدامي لانو زي ما تاني روبز يقول انو 20 بالمئة هو التكنيك وال70 بالمئة هي العقلية فعنده داخل يعني بعض الاحيان احنا يكون عندنا الكتب موجودة ليش ليش ما قريناها فهذا الشي يليفرق من الناس اللي فعلا يحققوا الهداف وفي ناس ما يحققوا الهداف لانو الكتب موجودة المصادر موجودة الفيديوهات موجودة ايش الناقص العقلية هذه وهذا كان لس من نهاية الفيديو فشكرا على مشاهدتك اتمنى هذا الفيديو ساعدك ودالك الخطوة افتح ابدأ ذاكر سويتلك فيديو كامل اللي تكلمت عنه فيديو مذاكرة الايلتس كاملة توازنك من 30 الايلتس تكتب دع فيها تحملها بدومي مقابل الخطة كاملة فسبحانك الله وحمدك اشترك عليهم يا عدد السفرات وبليكم في امان الله مع السلامة